طبعا الوسط الفني الحقيقة كله تقريبا نعى جورج الراسي الجميع كان يعبر عن خالص تعازيه سواء اذا كان لدويه او لجمهوره من بينهم طبعا الكبير جدا جورج والسوف ربنا يدينه الصحة إليسا نجوة كرم كارول سماحة وقل كفوري غيرهم الكل كان ينعي جورج الراسي ممكن ناخد كمان التويتات بعد اذنكم نقراها سوا نبدأ بمين ممكن نبدأ بكارول سماحة شو هالخبر الاسي اليوم الله يرحم شبابك يا جورج والله يصبر اهلك عخصارتك قلبي وفكري معك يا ندين الله يعطيك القوة تتخطي هالوجع الله يرحمه جورج وسوف شو هالخبر الحزين صباح اليوم كتير بكير يا جورج الله يصبر اهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة واهل الصبية يلي كانت برفقته خالص التعازي لكل محبيه جورج الراسي هاشتاج إليسا الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلته واهله خبر بشع وشاب بأول عمره بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا نفسه بالسماء يا رب وتعازي الخاصة تعازية الخاصة للصديقة ندين دي إليسا نجوة كرم يا حزننا على شبابه تعازينا الحارة لآل الراسي الله يرحم الفنان جورج الراسي وإن شاء الله تكون نفسه بالسماء وقل كفوري بكتنا يا جورج الله يرحمك ويرحم الصبية اللي كانت برفقتك والله يصبر الأهل الله يرحمه يا رب الله يرحمه يا رب شوف التعبير برضو اللبناني جميل جدا نفسه بالسماء تعبير جميل اللبنانيين برضو عندهم بلاغة رائعة تعارف ساعات كتير كنت أسمع في لبنان في التعزية مرة أو مرتين سمعت التعزية كان يتقال جملة كده كنت أول مرة أسمعها كنت صغير يعني كان يقوله اللي خدوا من قدام عينك ياخدوا من قلبك الغرض إيه إنه الشخص مات فما بقاش قدام عينينا ياخدوا من قلوبنا يعني صبرنا هم عندهم الحقيقة بلاغة رائعة جدا في الأمور اللي فيها عواطف ومشاعر وما إلى ذلك الله يرحمه يا رب الله يرحمه يا رب الله يرحمه يا رب